بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الوحدة تكامل الدوال الزائدية وبعد ما تعلمنا اشتقاقها سنتعلم تكاملها أولاً نتذكر المشتقات كان عندي مشتقة سين أش إيكس مشتقة سين أش هي عبارة عن كوسين أش إيكس مشتقة تنجنت أش مشتقة كوسين أش إيكس هي عبارة عن سين أش إيكس مشتقة تنجنت أش إيكس هي عبارة عن مشتقة تنجنت أش هي عبارة عن سك أش تربيع إيكس مشتقة الكوتنجنت أش إيكس هي عبارة عن سالب كوسك أش كوسك أش تربيع إيكس ومشتقة السيك أش هي عبارة عن سالب نفسه كوسيك أش إيكس بكوتنجنت أش إيكس وبتنجنت وليس كوتنجنت صديقه التنجنت بتنجنت أش إيكس ومشتق الكوسيك أش إيكس هو عبارة عن سالب نفسه كوسيك أش إيكس بكوتنجنت أش إيكس إذن هذه معرفتي للاشتقاق ومعرفتي للنظرية اللي بتقولك إن التكامل إذا جاء قبل الاشتقاق فإن التكامل يأكل مشتق ونحصل على الدالة زائد سابق فلو كاملنا طرفي هذه العلاقة نرى أن التكامل يأكل مشتق فإنني أحصل على أن تكامل كوسين هو عبارة عن سين فتكامل كوسين هو عبارة عن سين أيضا هنا لو كاملنا الطرفين لحصلنا على أن المشتق يأكل تكامل فإنني أحصل على تكامل السين يساوي إلى الكوسين تكامل السين يساوي إلى الكوسين أيضا هنا لو كاملنا الطرفين لحصلنا على هنا التكامل يأكل مشتق فإن تكامل سك أش للتربيع وتنجنت أش تكامل sick h للتربيع هو tan h بنفس الاسلوب هنا لو كاملنا الطرفين وضربنا بإشارة سالب طبعا حتى ما نحصل على عوض ما أشتغل cotangent أو تنجنتش كامل الطرفين هنا التكامل يأكل مشتغ فإن تكامل c ch للتربيع هو سالب cotangent تكامل sec هو سالب cotangent أيضا هنا حتى ما نحصل على سالب مشتاق سالب هات وهون مشتاق سالبة فنحصل هنا على إشارة كمان الطرفين تكامل 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 هون التكامل يأكل مشتاق فإن تكامل سك بتانجنت أش بديو هو سالب سك وكوسك بتانجنت هو سالب كوسك كمثال على ذلك أحسب قيمة التكامل التالي طبعا لو واحد طلع على هذه الدالة للاقى عندي ساين أش ليست ساين أش إكس وإنما ساين أش لإكس تكعيب إذن الساين أش هي دالة والإكس تكعيب دالة إذن الطريقة التي يجب أن نستخدم لحل هذا التكامل هي طريقة تغيير الأسماء فأفترض أن اليو هي إكس تكعيب هذا يؤدي الده يو هي ثلاثة إكس تربيع بدي أكس نقسم الطرفين على ثلاثة إذن تلت ده يو يساوي إلى إكس تربيع بدي أكس الآن نأتي إلى التكامل إكس تربيع بساين أش إكس تكعيب بدي أكس الآن يساوي إلى غير الأسماء سين H بدل X تكعيب منحط U وبدل X تربيع ضرب DX منحط تلت يخرج خرج بدي U لأن تكامل السين شهير هو تكامل السين هو كوسين H U زائد ثابت لأن انتهت تكامل نعيد U إلى سيرتها الأولى إذن فنحصل على تلت كوسين H X تكعيب زائد ثابت وهذا هو اللي طالع معانا هون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته